عودة للخبر الأبرز حيث شارك الرئيس السيسي في ختام قمة الكوميسة وعقد عدد من اللقاءات على هامشي قمة في ختام مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء وحكومات الكوميسة الثاني والعشرين بالعاصمة الزنبية لوساكا وعلى هامشي القمة التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس لازاراس تشاكوارا رئيس جمهورية مالوي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أكد اعتزاز النصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بشقيقتها مالوي مشيدا في هذا الصدد بدور مالوي الفاعل بمنطقة الجنوب الأفريقي ومشيرا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات من جانبه ثمن الرئيس المالوي التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر ومالوي معربا عن تقدير بلاده العميق لمصر وشعبها وقيادتها ولدورها الرائد على صعيد قيادة دفة العمل الأفريقي المشترك كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا وقد أشهد السيد الرئيس بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين من جانبه أكد رئيس روتو عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات اشتركوا في القناة